ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي ان احنا هنقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مصفة الأطباء والكبايات ومختلف لوازم المطبخ تقدر ان انت تصف عليها كمان الخضار او الفكهة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الهود وتصف عليها كل الحاجات دي هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم المنظم ده بيبقى عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف الحاجات زي ما انت شايفها كده في الفيديو هم هنا استخدموه في تنظيم الفطائر او السنبوسة تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم المعجنات او مختلف الاطعمة وتثبتيها عندك في التلاجة هنا هنشوف مع بعض عندنا عصارة العصارة دي مصنوعة من البلاستيك تقدر ان انت تعصري من خلالها الجزر او التماطم او البصر او مختلف انواع الخضار المبشور اللي بتكوني عاوزة تصفيه من كل المياه بتاعته بعد كده عندنا اداة بتسعبنا على ازالة البزور او النوى من مختلف انواع الخضار او الفكهة زي ما احنا شايفين كده ممكن تستخدميها للزاتون او الفكهة الصغيرة زي البلح او اي حاجة تانية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها اداة بتساعدك ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة تقطعي من خلالها الكوسة او الجزر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزاها طبعا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع الماكرونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال الماكرونة اللي انت عاوزاها بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزاها دلوقتي هنشوف عندنا منظم المنازيل ده تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصالة وتنظم عليه رمود التلفزيون او رمود المكيف وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة هنا هنشوف مع بعض عندنا كفر مصنوع من السيليكون طبعا الكفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر ان انت تختار اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف بعد كده هنشوف عندنا قطاعة تقدر ان انت تقطع بيها الخضار او الفكهة او اي حاجة انت عاوزيها على شكل شرايح متساوية بطريقة بسيطة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفى الشبكة وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى تقدر ان انت تستخدميها في تصفية مختلف الاكلات اللي بتقليها في الزيت زي البطاطس او الفراخ او المكرمشات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قصارة اللب او البندق او اللوز او عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام وغير كده كمان هي بتبقى سريعة جدا وبتديكي افضل للنتائج اللي انت بتبقي محتاجاها زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو طريقة استخدامها بتكون سهلة وعملية قوي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الدفاية الكهربائية الصغيرة والدفاية دي بتشتغل عن طريق الكهرباء وزي ما احنا شايفين كده هي حجمها بيبقى صغير جدا وتعتبر من اجمل الاجهزة الكهربائية المنزلية اللي ممكن تستخدميها عندك في القودة او في المطبق او في المكتب بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبورة عن اسفنج وفرشة تقدري تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوزة تمضيها وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كزا طريقة في الاستخدام وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف مميزة وهي عبارة عن ممسحة تقدر ان انت تثبتي عليها اي فوتا موجودة عندك وبعد كده تقدري من خلالها ان انت تنظفي مختلف الاسطح والارضيات اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدري ان انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممسحة لتنظيف المرايات او الشبابيك والممسحة دي بتيجي فيها جزء خاص كده تقدر ان انت تدي في في المية او سائل التنظيف اللي انت بتستخدمي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز او السكر او او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحذية بتاعت الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برة التلاجة هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة للمطبخ تقدر ان انت تخسلي من خلالها الخضار او الفكهة وتقدر كمان تستخدميها كمصفة وتصفي من خلالها اي حاجة انت بتخسليها فيها زي ما هو ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وطبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة للتنظيف الفرشة دي تقدر ان انت تلف فيها كده بطريقة مرينة جدا وتنظفي بيها جميع الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف الاسطح او الارضيات وبييجي معاها مشبك كده صغير بيساعدك ان انت تشيلي اي حاجة موجودة في الارضيات او في المصارف بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي بيه لوازن تنظيف الموعين زي الليفة او السلكة وهنا تعالي نشوف مع بعض معايا مجموعة من الادوات اللي بتساعدك ان انت تشيلي كل الحاجات السخنة اللي بيبقى صعب عليك ان انت ترفعيها والادوات دي بتيجي باشكال مختلفة بتساعدك ان انت ترفعي الطبق او تشيلي الحلة او الصواني السخنة بكل سهولة بعد كده هنا عندنا اداة تثبيت شكلها بيبقى حلو قوي تقدر ان انت تثبتيها على الجدار وتنظم عليها مختلف اللوازم الشخصية زي مشت الشعر او فرش الميكوب او تنظم عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممساحة لتنظيف المرايات او الشبابيك والممساحة دي بتيجي فيها جزء خاص كده تقدر ان انت تديفي في المياه او سائل التنظيف اللي انت بتستخدميه وهنا هنشوف عندنا منظمات للتوابل والمنظمات دي بيجي معاها كتعة بتساعدك ان انت تثبتي المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس طبعا تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع التوابل اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا منظم للكبايات تقدر ان انت تثبتي على الرخيمة وتنظم عليه الكبايات الطويلة بعد ما تخسليها بعد كده عندنا منظمات للرزد او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بيجي معاها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايد بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن ايه منتج بالفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدروا تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في رعاية اللي شكرا